انا ضحى امو لشربل شربل اول ابن لقلي لما كنت حبلي فيه قبل ما احبل فيه جاني الهام من عند ربنا انو سميه شربل انا ابن الدرزية انا وجوزي نشوف عايشين بامريكا ما عرفت ليه كنت بعرفة للقديد شربل باش ما كنت كتير معمقة بتفاصيله فقلت خلاص انا بدي سمي اول ابن لقلي شربل وفعلا حكينا انا وجوزي وقاللي اكيد اللي بدك ياه يعني نسمي اسم اديس شو بدنا احسن من هيك فراحت الايام قشت الايام حبلت انا صرت بالشهر التامن رحت بدي اعمل فحص بتفاجأ انو ابني شربل عنده تشوق خلقي بالقلب كانت كتير فترة صعبة علي وعلى جوزي ما عرفت شو بدي اعمل فحصيت انو في شي من الموضوع لا انا بدي سمي شربل ولا لما انا ويت سمي شربل بيجيني ابني شربل هو اول ولد انا نطرته بيجيني عنده تشوق خلقي بالقلب كان اول ما يخلق مصود بده عملية بعد شهر ونص عملية وبعد شهرين او ثلاثة عملية فبدو يعيش كل حياته مع العلي قلت ما قلي غيرك يا قديسنا يا مار شربل انت الوحيد اللي قادرة انا هلأ يعني اتأمل فيه بعد رب العالمين اتشفعلي بابني خاصة انو كانت اخته لجوزي دلت قلي انو هو القديس شربل شفاء لجوزي هو ينشل هو وصغير وانا طلعت لعنده ودلوني علي انا ما كنت بعرفه وطلعت لعنده وهو شفاء بعد ما رحت لع زيارته بعده بيومين فدعي له وطلبي منه انو يشفي ابنه متل ما شفاء فعلا انا جوزي يعني كنت ادعي بس كان في طب انا عايشي بامريكا والتحاليل والفحصات وكل شي كان عم بيقول انو لا مستحيل القلب شرايين ومعكوسي هو بده عملية وعمليته كتير خطيرة وبين الميت حالي بتجي حالي بهاي القصة متل ما انا عمولة فتكلنا على الله ودعيتله ورحت على المستشفى لأولد وقت اللي ولدت اخده مني ع اساس على العملية لانو محضر كل شي بتفاجأ انو بيجو بعيته لجوزي بعد 6 ساعات او 9 ساعات بيطلع عم يبكي كانت اخته لجوزي دلت قلله للدكتور هي لابسي طاق فيه وصورة القديس مرشا بتقوله هايدا رح يعملو عملية للصبي هايدا رح يشفيه طبعا ما حدا يدقق او يعلق على هايدا الحاكي يعني قلله لا انو ايه بس فيه طب فيه علم بده عملية للصبي فطلع جوزي عم بعيت لأخته انو مشي معي بدنا نروح نشوف الدكتور وعم يبكي اخده وراح الدكتور كان مصدوم الكادر الطبي كله لانو كان فيه كتير اختصاصات كانوا موجودين لانو طفل حديث الولادي ممكن يحتاج لأي شيء كل الاطباء كانوا مصدومين ومتفاجئين وكلهم اثروا انو هايدا الشي اللي صار ما قلو تفسير علمي ما قلو تفسير ابدا بالطب هايدا الشي من من الله صار فعيدت له الحاكيم عم بيقل له انو كنت تقليلي في سانتا ودي يعملوا العملية ولابستيه برقبتك قلت له ايه هايدا مرشاربل قال له انا بدي اعرف وين في قلو كنيسة او روح احضر القداس طبعه لانو هايدا هو يلي اتدخل هايدا صار عندي بايماني صبي ما فيه شيء شغلة بسيطة بيترجع نقطة الدم شوي لورا بس تتعالج مع الوقت ننتر شهرين وبنرجع نعمل له الفحص طلعنا مبسوطين كتير وخلص الحمد الله يعني بس انا انو ما كملت فرحتي لانو بعد فيه اللي رجع عالمستشفى فكان بعد فترة في عيد الشعنينة رحت عالكنيزة انا واختله جاوزي طلبت منه قلت له يا مرشاربل دخيلك اذا انت لك ايد بالموضوع وساعدتني كمل معروفك معي وخليني روح اعمل الفحص يقلولي شرب المافيو الشيء ومبيحتاج لشيء ابدا وعطيني اشارة انو انت عم بتساعدني وانت واقف معي فعلا بنفس الليلة رجعت على التاريط كنتم لابستو افرول لابني كله تبكيل زرار من فوق لتحت مستحيل ينفك بدون ما ينفكو كل زرار في الصبح ليش الصبي بتيعب الدخلية معيطت له جاوزي شوفي ليش هيك الولد لايسيه شغال اذا بدك تشلحه انا مش حاسي انو غطيه عالقليلي قالي لا انا مفتت عالقوضة انا نايم بالقوضة التانية كرمال يرتاح الصبي ما بدي ازعجوه بس انا سمعت صوته الساعة اربعة الصبح كان عم يبكي فقالت انتي عم تردعي الببرونة او شيء انتي عم تغيري له بتكوني مش واعي لحالك اخديك النوم انتي مغيرت له قتل له لا انا ما فقت فعلا انو ضليت مدايقة الليلة ما حدا صدقني انو انا ما وعيد طلعت هيك عالببرونات لقايتهم بعضهم متل مهني قتل له لجاوزي شوف الببرونة انا محلا يتولي الببرونة بالليل ما شربة انا ما شلحته ثيابو كنت رجعت لبسته دورنا على الافرول وين الافرول لقيته تحت فرشته مطوي على الافرول ومن ناح اليسار من جهة القلب ايده وفيته لجوه للافرول فبكيت كتير هسترت انتصل باخته قالت تعيشو في مرتي خوتي تجنت مهاز ترابيكي اما قالتلي هايدي الاشارة من المرشالبين هايدي الاشارة اللي بعثلك اياها الحمد الله رحنا على الفحص بعد اربعة ايام لما شاف الاطبارة المركز اللي بعثونا عليه من المستشفى كان مركز مختلف كليا بغير منطقة كرمال تأكدوا من كل شي انه مضبوط فطلعت قاللي هايدي الوراق ما منى لهيدا القلب هيدا الطفل سليم مية بالمية ما فيو شي ابدا ولا علي تاخدوه بتروحو عالبيت وبتكبو كل شي من هايدي الوراق والحمد الله من كتر فرح سي نظرت انه بدي عمدو رح اتعمدته بكنيسة نحنا عايشين بميامي بكنيسة مار شاربل بميامي وكتر كنت مبسوطة في انه خلص فرح وهيدا عملتله عمادي عملتله تمسال مار شاربل ونحنا دروز يعني ما كنت بتخيل انه ممكن يصير معي هيدا القصة وبعدين قبل ما جيت عالبنان ايجاني قديس شاربل بالمنام عم بيقلي انا استجبتلك وانتي طلبت مني وانا كملت معروفة معك روحي على عنايا وحطي الاعجوبة بعنايا سجلية وكملي معروفك مع كل العالم خليوني يعرفوا وانا هلا هيدا اللي جاي اعملهم جاي يخبري لكله حتى يعرفوا انه مار شاربل بيطلع لكل العالم ما بيطلع بس لناس وناس ما عندو لديين ولا عندو تفرقة ولا عندو الشي الحمدلله شاربل بيجنن كل سنة بيعمله وفحص بيقلولي ما فيو شي هلا ما بقرح اعمل له شي